صباح الخير مجدداً فقرتنا الأخيرة بمشوارنا الصباحي متابعينا قبل ما أنتقل ضيفتنا الكريمة خليني بس أحكي هي الجملة أرجع أعتذر من الأشخاص اللي ما قرأت تعليقاتهم يعني التعليقات كثيرة فما تسنى لي الوقت أن أقرأ كل التعليقات لكن خليني أقول لكل الرجال اللي اللي عم يسمعونا المرأة بتحب تصرف بطبيعة الحال وهي بتحب التصوق وتصوق بالنسبة لها تفريغ عاطفي ونفسي فزوجتك اللي لغت هاي السعادة من حياتها تقديراً لجهدك تقديراً أنه ما في مدخول كبير على المنزل تقديراً لتعبك وأنه هي حابة وتكون حريصة على المال الذي يدخل إلى المنزل لإنشاء مستقبل أفضل للحياة للكم ولأطفالكم فهي زوجة تقدر فقدروا زوجاتكم بهذا الموضوع لأنه فعلاً بتكون إجت على نفسها جداً لحتى هي توفر لك بعض الأموال وتكون معك بالظروف الاقتصادية الصعبة خلوني رحب بضيفتنا لليوم الصيدلانية منيرة القيس رح نتحدث عن موضوع الحروق وأيضاً موضوع الشمس خلال فصل الصيف في ساعة صباحك أستاذة منيرة أهلاً وسهلاً فيكي صباح النور صباح النور عليك وعلى الجميع صباح المسك أهلاً وسهلاً فيكي منيرة خلينا نبلج من موضوع الحروق يعني نحن داخل المنزل كثيراً ما نتعرض لموضوع الحروق أثناء الطبخ أو بتفاصيل أخرى نحن أو أطفالنا يعني بشكل عام كيف أني أنا أتعامل مع الحروق كيف أني أعرف درجة الحرق بداية أول شيء شيء طبيعي أكثر شيء بتعرض للحروق إننا السيدات في المنزل أكيد الطبخ وأحياناً بعد مثلاً الحلوم يأتي hashtags الحلوم يأتي حول النتجة Matthew بيكون سبب الحرق وأناions في نهاية أحياناً درجة الحرق تختلف درجاتها موضوع يوته مع الجلد حكم اسم شهر ري Michaels على منطقة اللحة سيكون درجة الحرق ثانية أو ذالثة أو رابعة بتكون درجة الحرق كتير أكبر مساحة الحرق أكبر الحرق بيكون وساط لطبقات الجلد العميقة هون لازم بيكون فيه تدخل طبي أما أحياناً درجة الحرق البسيطة تكون خارجية فينا بالبيت ممكن نساعد نفسنا يكون دائماً أنا دائماً بنصح أنه تففروا عنكم بالبيت الأسعافات الأولية للحروق لأنه أنت أحياناً بيكون حرق بسيط فيك تعجيب دقيقتها أو تساعد حالك أن تخفف الألم وتخفف الوجع أما فيه أحياناً درجات حروق لازم تكون طبعاً أكيد تدخل الطبي تروح فيها على الطبيب المختص أو المشفى إذا بالدرجة الأولى بنعمل يعني إذا كان الحرق من الدرجة الأولى بنقدر نعمل إسعافات أولية بشكل مباشر بألمنسل طب إذا كانت من الدرجة الثانية أو الثالثة أو هي يعني يكون هناك ألم لا يحتمل أيضاً شوفينا نعمل بين ما نوصل إلى المستشفى أو نوصل إلى الطبيب هلأ على حسب منطقة الحرق إذا كانت الحرق تحت اللباس تبعيك بيكون أحياناً لازم تشيلي لازم إذا تشوفي المنطقة إذا حسنت تشيلي الأواعي أو اللبس اللي أنت عليها كتير منيح أما إذا لقيت لأ درجة الحرق إنه الأواعي اللزقانة بالجلد أنت ما تدخلي أبداً لأنه ما بصير تشيليها ومكري تشيلي معها طبقات الجلد لهيك لأ طب ضروري تروحي على المشفى أسرع أما إذا كانت منطقة الحرق خارجية وسطحية فينا دغري نقلع اللباس اللي علينا نشيل أي معادن، نلتهب، نشيل الخواتم، نشيل أي شيء موجود على الجلد فينا نحط منطقة الجلد تحت صنبور ماء يعني تحت الماء المي الجارية ما نجيب قطعة تحتلش فيه أحيانا كثير مفاهيم خاطئة حول علاج الحروق لهيك لا أنت ما في داعي تعملي أي شيء أما لو تشوفي أصلاً الجلد بيبقى لونه أسود بلش يطلع فقاعات، بلش يكون فيه أحمرار كثير قوي وتحول اللون لأسود هذا الشيء طبعاً أنت ما تدخلي فيه أبداً فوراً تتصلي بالإسعاف أو أنك تروحي دغري إسعاف على المشفى أفضل بكثير أحياناً بيكون حركات خاطئة أنت بتأذي حالك أكثر وبيزيد الوجه عندك حتى يعني حتى نحن أنت عم تتحدثي مكان عن درجات العميقة الثانية أو الثالثة حتى أثناء أنه نخوفي حرق من الدرجة الأولى ونحن لا نحسن التصرف أو نعمل بعض المفاهيم الخاطئة اللي تحدثت عنه نأذي أنفسنا أو حتى نخلي الحرق يترك ندبة مثلاً على المنطقة المحروقة أكثر هذه المفاهيم وهي كثيرة جداً بمجتمعنا يعني يتلاقي اللي يقول لك حط البن حط معجون سنان حط مدرشوفة كثير في وصفات هي خاطئة خبرين عنهم مونيرة صح أكيد يعني أنا كثير هي حتى بعنا بالصيضلية كثير بسمعها حط معجون أسنان النشا أو الطحين حط على الجرح ممكن يحطوا مي باردة فوراً مشان يخففوا الألم وهذا الشي كثير خطأ أحياناً حتى البرودة الزايدة هي بتسبب تلف للأنسجة وطبقة الجلد لهذاك أنت أكبر غلط أنك تتصرف بهذاك طرق بدلاً غلط يعني يكون في الحرق سطحي وشايف أنه هو بس على الطبقة الخارجية ما صار في عندك فقاعات ما صار في انتفاخ ما صار لون أسود ما تحول لون أسود والوجع لا يحتمل أحياناً حتى في درجات الحروق الأوية الدرجة الثالثة والروعة بيكون ما في ألم لأنه بتكون أنت صار في عندك تلف بالعصب لهذاك أحياناً بيكون ما في ألم الألم بيجي بعدين بعد ما يصير في تنظيف للجئة أما لما أنت بهذه المراحل الدرجة الخفيفة السطحية فيك تحط أول شيء تحت الحنفية تحت صنبور الماء الجاري هذا أهم شيء ما نحط لا مي دافي ولا مي بارد كثير تحت المي أقل شيء عشر دقائق بحيث تسحب لك الحرارة اللي إجاءت من درجة الحرق هذا أهم شيء بعد من أن ينشيلها إذا شفنا هي درجة خفيفة ما تطلع فقاعات هالفقاعات اللي تطلعها الجرد هي عبارة عن التهاب بلش أنه يطلع فاتة الحرق لدرجات أعمق شوي من الدرجة الخارجية هون ساعتها ما نحن ما منشيل الفقاعات في ناس كتير عندما يتسقب الفقاعة وبتطلع الماء تبعها هذا أنت بتسبب بممكن التهاب للجرح أو تسبب التهاب للمنطقة اللي أنت يصار في عندك حرق فيها لهذا الأفضل أنك لا ما تعمل أي شيء إذا فيها عندنا كريم بيبانتول ممكن يخفف لك ياها ممكن تحطوا عليها حتى يسحب لك البرودة الحرارة يحط لك شوي برودة على الجرح على مكان الحرق ممكن نحط كريمات حروب يعني دائما ننصح فيها خاصة الأهل اللي عندهم الأطفال بالبيت ممكن أحيانا من نترات من الشاي أحيانا بيجي هيك نقطة خفيفة بيجي على الطفل كتير من نشوفها هاي مثلا الطفل كان واقف ومن دون بالغلط مثلا كان فيه شاي صخن أو قهوة أو أي شيء فورا هي بتكون بسيطة أنت تغري فورا مي جارية بعد منها بتحط لها جل الصبار ممكن نحط إذا في عنا بالبيت كريمات للحروق دائما لازم تكون متوفرة بالبيت بأي حالة وانت بحيث فورا تدهم منه بيسحب لك بيكون فيه مخدر لولده كائن بيسحب لك الألم بيخفف لك ياهو بنفس الوقت انت بتحميه بطبقة خارجية بتعزله بحيث ما يتجرسم أو يصير في عندك التهاب عليه هل ممكن مثلا نلجأ لتعقيم مكان الحروق قبل ما نحط المرهم ولا هذا شيء خطأ هلأ ممكن نعقمه بكحول خطأ ما لازم نعقمه بالكحول وعلى حسب درجة الحرق هلأ إذا خارجية وهيك حمرة بس وطلعي لا في عنا بوهيدون اليود فينا نعقم نحط له شوي وبعد منها نحط كريم للحروق مخصصة الحروق يكون دائما عندك في البيت ودائما أحيانا في أهالي بينسوا أنه في عندهم كريمات بالبيت وبسيب يقطاع عليهم ميعاد يعني بتلاقي إنسان خلص ميعاد يستخدموا هذا خطأ دائما لازم تستفقد الصيدلية عندك بالبيت وتجدد الأدوية اللي عندك وبحيث تحطها بطريقة تستخدمها بالوقت المناسب وتدهن منه هذا الكريم بشكل كافي هلأ في أحيانا كمان عالم تلجأ أنه تغطي للجرح مو غلط أنك تغطي ولكن بشاش مبلل بنغطي لكي يعمل طبقاء عازلة وتكون حاطة كمية كافية من الكريم بحيث لا يلزق بالجلد إذا تخاف أنك بعد ما ينشف ترشع تشيله وتشيل معه الجلد اللي تلق أو اللي صار فيه تأشير على ما تغطي الحرق لهذا دائما أحرص أنك أنت تبلل الشاش منيح بمي أحيانا في نورمل صلاين بيكون لدينا في البيت أحيانا المي معقمة فورا منبلل الشاش مندهن الكريم بكمية وفيرة ومنغطيه بدون ما نشد كثير عليه بيكون بس رخوا بحيث بس طبقة حماية وهي فعلا لما منلجأ للمستشفى بعض الحرق بيغطوا يعني بيشاش مثل ما قلتي لحتى يمكن كمان حماية منطقة الحرق من الجراسية أو الوساخ يعني لحتى ما يصير فيه أي تضعفات لموضوع الحرق طيب الأطفال منيرة الأطفال بشرتهم حساسة وجلدهم رقيق ويعني ممكن نحنا نخطئ بالتعامل لأسفلهم أسفع صحيح كيف نحنا نتعمل مع حروق الأطفال حتى يمكن تكون بالدرجة الأولى وشي بسيط مثل ما قلتي بسيط بس من كتر ما بيبكوا وبيتفاجأ وحتى أنه بيشرتهم حساسة كثير أهلان بيجل عندنا عصيدلية أحيانا الأم عم تبكي أكتر من الطفل الطفل خلاص احترق وبكي شوي وسكت يعني بس أنه بقع وتخافي أنه يتعلم خاصة إذا كانت بنت أنه يتعلم وخاصة إذا كانت في الوجه يعني أنه يتعلم الحرق للأطفال لأنه بس ما نخاف ليش لأنه الطفل بيكون بين رحلة النمو بيكون بيتجدد الخلايا طبعا نحن بعد مثلا نحن نحن نحكي على الحروق البسيطة درجة أولى موصلنا لدرجات الثالثة والربعة هاي طبعا تدخل طبي بنطفو لك الجرحي منيح بيحطو لك معقيمات بيحطو لك شاش طبي طبعا هاي الخطوات طبعا مع طبيبك أما نحن مثلا بالبيت درجات بسيطة عند لأطفال نفس الخطوات نحن نحن تحت ماء منحط لهم شاش مبلل منحط كريم لدرجة الحرق طبعا الحروق بالدوقت مثلا من خمسة أيام إلى عشر تيام حتى تطيب هاي درجات الأولى بعد ما نحن نلاقي نطابة طبي بس طبقة هيك مثلا علام لمنطقة الحرق أفضل الشي انه نجيب مرممات للحروق خاصة عند لأطفال دغري نبلش بيها ما نستنى وقتين الزمن لما تصير غامقة وخاصة إذا كان في مناطق مكشوفة الوجه الإيدين القدمين هل يجب أن نضع لهم مرممات أحسن بكثير حتى دغري الجلد يتعالج ونسرع بعملية شفاء طبعا مثل ما قلت مونيرة يعني الحروق من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة لا سمح الله مباشرة إلى المستشفى مباشرة تدخل طبي وهون موضوع خطير صراحة يعني ومؤلم وإلى تدعيات يأخذ وقت أكثر بالشفاء طبعا أكيد وهذا الموضوع إذا ما كان نواصل للأعصاب وتلف بالخلايا أو ما إلى شابه يعني فالموضوع فيه له يعني أمور صحية أخرى أيضا ممكن ترافق موضوع الحرق بما أنك هم تتحدثي عن الندوب منيرة بعض الأشخاص بيكون عندهم حرق قديم قد يكون حرق قوي مثلا وتارك علام كبير جدا على البشرة ما تم ترميم الحرق وغسابي قد يمكن ما كان فيه اهتمام بموضوع تجميل المنطقة المحترقة يمكن هلأ فينا نعمل أي تصرف مثلا جديد على علمك يعني كان ليسار أو ما شابه يعني لإيسالة المنطقة أكيد أكيد هلأ كلما كان التدخل بترميم الجرح أسرع كلما كان أحسن يعني كلما بتتأخري أنت شهور أو سنين لحتى ترجع الجلد مثل ما كان كتير صعب لأنه أنت بتكون خلصة تكونت الخلايا الجلد أخذ شكله وأخذ اللون تبعه أما أنت لما بتمسلا بعد الحروب أو أحيانا بعد الخيوط الجراحية كمان فورا تدخل مثلا بعد العمليات الجراحية بتلاقي في دائما في ندبات هالندبات إذا تأخرت بعلاجها بتأخر علاجها لهيك لا دائما ننصح من قبل كان ما في هذا الوعي كنا من زمان أنه الندب يضل هلأ صار فيه أصلا تطور الطب وصار فيه عندك قيود تجميلية هي لحالها بتكون سريعة الشفاء وترميمها بيكون أسهل بكتير ولكن من قبل فيها عنها هيك شي طبعا الشفاء مية بالمية أكيد لا صار بدأ تدخل مثل أحيانا الليزر بيعملولها هلأ صاروا ولحسب مكان المنطقة أحيانا في مناطق ما في مشكلة تضل الندب تبعها وأحيانا في مناطق بتكون بالوجه باليدين مزعجة أحيانا للأشخاص بالفعل يعني بدأ يكون تدخل ليزر أو طبيبي يرجع مرة تانية أحيانا بيعملولها بيحطوا طبقات جلدة جديدة من مناطق تانية بحاولوا يرمموا المنطقة ولكن كل ما كان تدخل ودهن الكريمات المرممة لاختار الماركات الجيدة المفعولة كتير مني طبعا أكيد بيكون نتيجة ترميم الجرح بيكون أكسن بكتير أما كل ما تأخرنا للأسف بيتأخر اللي يعني الترميم وطبعا هذا الموضوع مراجعة طبيب مختص وكان يعني يعرفنا على الطرق الحديثة لترميم مكان الحروق منيرة بما أنه نحن مقبلين على فصل الصيف وبلشنا بفصل الصيف موضوع أشعة الشمس وخاصة على البحر أو تعرضنا لأشعة الشمس لفترات طويلة الأشخاص اللي عملهم أساسا يعني تحت أشعة الشمس بتعرضوا أيضا لحروق من أشعة الشمس نحن فينا نعتبرها حروق هذا الموضوع مونيرة ولا لا طبعا أكيد طبعا حروق الشمس كتير مزعجة لأن حروق الشمس بتتحول مع الأيام لبقع سوداء إذا ما تعالجت أو ما أنت استخدمت الواقيات الشمس المفيدة لك أكيد كمان حروق الشمس كمان لها درجات خبرنا مونيرة عن موضوع حروق الشمس يعني كيف ممكن هي الدرجة البسيطة وشو الدرجة الأقوى درجة بحروق الشمس هلأ طبعا الحروق الشمس كمان بتكون بسيطة نتيجة أنت مثلا شغلك طبيعة الشغل طبعا الشخص إذا كان في منطقة مغلقة أو دائما طول وقته هو خارج معرض لأشعة الشمس وخاصة هلأ فترة الصيف بلشنا لهيك دائما ننصح أول شيء الواقي الشمسي مرتبات للجلد شرب الباق بكميات كافية بحيث أنه دائما نرتب الجسم معنا خاصة الأشخاص اللي شغلهن خارج معرضين للشمس بشكل كتير كبير لأنه إذا ما عالشت المنطقة شوي شوي بيبدأ بيطلع النمش بيبدأ بيطلع تصبغات الشمس للأسف أحيانا المات عالجت كتير وكتير صرنا نسمعها هلأ في سرطانات الجلدية بيبدأت تطلع صرنا نسمع فيها أكتر من قبل نتيجة لتعرض للشمس بشكل كتير كبير وفترات طويلة بعد منها بيكتشفوا للأسف هيك مشاكل لهيك دائما الواقي الشمسي ما له مشروط بصيف أو شته ولكن هو بصيف بيزداد استخدامه أكتر بدرجات أعلى ولكن أنت دائما صيف أو شته لازم تستخدم الواقيات حتى تحمي جسمك ووجهك بالذات خاصة الرجال أحيانا بتعرضوا للشمس وكتير عندهم مفهوم خاطئ الرجال أنه أنا ما في داعي صادم واقع الشمسي ما بيهتموا مثل المرأة المرأة دائما بتلاقي اهتمام أكتر به الكمور أما الرجال بتلاقيون لا أنا ما بيستخدم ما في داعي ما بيطلع كتير على الشمس ولكن حتى في أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع تقترق حتى زجاج النوافذ بتفوت لقلب الغرف وأحيانا مكاتب العمل بتكون معرضة للشمس كمان بتعمل أحيانا حروق ولكن ما لحروقها عالية ولكن أنه بتعمل لك تصبغات ممكن تسبب لك هذا المشكل نعم وهذا الموضوع يعني أيضا مثل ما قلت أشعة الشمس لوحدها ممكن تعمل تصبغات سمراء بالبشرة يتحول لكلف ويصير الموضوع يعني مزعج للرجال أو للنساف هو الموضوع مزعج أن يكون فيه هناك بقاع مغايرة للون البشرة على الوجه طيب كيف أختار الواقع الشمسي المناسب لبشرتي كيف شو هي المقاومات اللي لازم أنا فكر فيها أو الشروط لحتى قبل ما أختار الواقي هلأ حالياً للواقع الشمسي بدك تختاريه على حسب أنت طبيعة بشرتك طبعاً البشرة الجافة المختلطة والحساسة وبشرة الأطفال طبعاً فيها حتى الأطفال هلأ حالياً لازم نهتم بحمايتهم من أشعة الشمس بعدما فوق ستة أشهر طبعاً فيك تبلش تستخدمينه وقتاً بيتعرض الطفل لأشعة الشمس لازم نستخدم له خاصة على البحر وبهذه الفترات هي بزة لازم يكون الواقع الشمسي أساسيات الشمسة عنا للبحر أما بالنسبة لاختيار الواقع الشمسي فأنتي البشرة الجافة دائماً نروح للنوع يكون مكتوب عليه كريم بيكون لألهن فيه داخله مرتب مشان يرتب لك البشرة البشرة المختلطة الدهنية دائماً نروح لكلمة فلويد مكتوب على الواقع الشمسي بيكون لوشن بيكون قوامه خفيف امتصاصه أسرع ما بيسبب له الحموب للبشرة المختلطة البشرة الحساسة دائماً نختار لها الشيء الخفيف اللي ما بيعمل تصبغات ما بيعملها حساسية زيادة لهيك دائماً نستخدم الواقع اللي بناسب مشرتها طبعاً هذا الشيء فيك تستعيني فيه بطبيب جلدية في صيضلاني بالصيضلية وكان يساعدك يحدد لك نوم بشرتك وانت تستخد مع الأساس هالواقع الشمسي ولما نختاره هلا حالياً أغلب المنتجات الواقع الشمسي بيكون مكتوب عليها UVA و UVB اللي هنا لأشعة الشمس الفوق البنفسجية القريبة والبعيدة طبعاً أكيد كلهم لازم نختارهم هيك بحيث نحمي وجهنا من نوعين الأشعة بيكون مكتوب عليها Brown Spectrum Brown Spectrum يعني واسعة الطيف واسعة بالحماية Water Resistant يعني هي مقاومة للماء بحيث إذا كان في أشخاص عندهم تعرق زيادة الأشخاص اللي عندهم جفاف الأشخاص اللي راحوا على المسبح أو البحر دائماً لازم يستخدموا مقاوم للماء بحيث أنه يضاء يظل فترة أطول على البشرة ودائماً ما ننسى نجدد الواقع الشمسي وخاصة عند البشرة الحساسة عند الناس اللي بتعرق كتير كل ساعتين ثلاثة نجدد الواقع الشمسي طبعاً التجديد كتير عالم بتلاقيه صعب شوي الأشخاص بس اللي بتعرضين أكتر للخارج اللي عند الناس اللي على البحر اللي قاعدين عم ياخدوا الإسباحة يعني لازم يجددوا فيها أما اللي قاعدين داخل المكاتب ممكن مرة واحدة تكفيك إنك ما تجددوا مو مشكلة أما الناشر اللي بالخارج طبعاً أكيد لازم تجدد كل ساعتين ثلاثة طب بالنسبة للصبايا مونيرا بيستخدموا مثلاً كريم أساس لكن فيه نسبة واقي شمسي أول واقي شمسي مع كريم أساس لو تكون النسبة مثلاً 20% أو 30% للواقي الشمسي هل هي النسبة كافية إنه نحنا ناخد نتيجة ولا لا أنا لازم استخدم الواقي شمسي يعني ككريم واقي شمسي مش مختلط مع أي شيء تاني وفي حال أنا جاءت حطيت مكياج على الواقي الشمسي هل برجع باخد نفس النتيجة ولا لا؟ هلأ دائماً الواقي الشمسي هو فيه عندك فيزيائي وكيميائي هلأ بلشت العالم تفرق بيناتهم هلأ الكيميائي هو اللي تمتصه البشرة وبده الوقت لحتى تستفادي منه يعني لما بتكون أنت مكتوب على أقري على مكونات لما بتكون منتجك هو منتج كيميائي طبعاً لازم تحطيه قبل بعشرين دقيقة حتى ياخد مفعوله بعدين ما نحط المكياج اللي احنا بدنا يعمل أما لما بيكون واقع الشمسي تبعي الفيزيائي يعني هو الفيزيائي شو معنات أنه بيعمل طبقة وعازلة على البشرة تأثيره مباشرة هذا اللي بيمكن يترك لك طبقة بيضة على الجهت أحياناً في كتير عالم تبداي أنه بعد ما دهنده بلشت لعي طبقة بيضة بلشت يأشر هذا هو الفيزيائي لهيك لما بتحطي تأثيره مباشرة فيك تحطي ضغري مكياجك ودائماً ننصح بهيك حالي وخاصة الأشخاص اللي بيعرقوا كتير وبشرتهم دهنية بتلاقي دائماً بيطلع فيه تأشير على البشرة ويستخدموا مواقع شمسي فيزيائي بننصحوا أنه ياخدوه هنا بلون بحيث أنك لما تحطه ما يعطيك طبقة البيضة بالعكس يعطيك طبقة التنتد اللي هي تجي للون بشرتك ممكن هي دائماً هلأ حالياً أغلب الشركات الموحدة لألوانها السنة بتشوف الشركات الممتازة تلاقيهم وحدتوا على اللايت بحيث أنه يعطيك ما يعطيك لون غامق ولا فاتح بيعطيك نون بشرتك أنت شو نوع البشرة بيعطيك لونها بحيث أنه ما تنزعج بطبقة البيضر تطلع أحياناً بعد دهن نواقع الشمس تماماً طيب خلينا كمان ننتقل لفكرة منيرة الأشخاص اللي بتعرضوا لأشعة الشمس على الساحل من أجل اكتساب اللون البرونز الأسمر قديه خطير هذا الموضو هل فعلاً أنه ممكن أنا قدي بشرتي بهذه الطريقة وممكن بعض الأشخاص ما بتزبط معهم ففعلاً بتعرضوا لحروق وحتى بتتأشر البشرة بطريقة مرعبة جداً يعني وقاسية جداً خبرين عن هالنقطة كثير منشوفها هاي وخاصة هلأ بهذه الأشهر وخاصة جاي فترة العيد على الصيفية كثير عن جد بنشوفها وبالفعل التأشير بيكون فضيع يعني أنا شايفت السنة الماضية عن جد بتحسي إنه شي عم يشلع شلع هيك السواضر بيطلع بضطلق حمرة يعني يعني هلما بتشوفي هاي البشرة فعلاً كأنه هو حرق يعني كأنه لا سمح الله متعرض لحرق يعني عن جد بتأزي البشرة طبعاً أكيد الناس اللي تعمل برونز مو مشكلة اختاري المنتجات اللي بيكون عليها هلأ في عالم بتحب تعمله غامق كلياً بيبقى ما فيه ولا درجة حماية أما هلأ حالياً حتى فيك انت تختاري طبقة البرونز اللي بدك يهم مع حماية 20 أو 30 أو 15 ومية أنا برأيي أحسن بكتير بحيث أن انت تعملي اللون اللي بدك يكون برونز خفيف وبنفس الوقت تعملي حماية لأن الناس اللي بتعمل البرونز على البحر كتير ضروري بعد ما يعمل ياخدوا هذا اللون يدهنوا المرطبات أهمها أهمها هو الألوفيرا كتير منيح لأنه هو عبارة عن جلب هيك درجات الحروق تبع الشمس ما لازم ندهن كريمات تكون قوامها تقيم لأنه هيك بتأزي البشرة وانتوا تدهنها دائماً نروح لللوشن نروح للجلب يكون خوافو هلامي خفيف تفوراً تدهن تتصل البشرة وفي عندك ماركات كتير مهمة لن أذكر واحد بس أنا كتير بحبه البيبانتول بخاخ يبقى كتير منيح لهيك مناطق فولاً على البعد بتبخ على منطقة الحرق بحيث أنك تعمل ترتيب للبشرة ما نحاول نقشر البشرة ونحن نقلع الجلد أبداً خطأ انتك تعمل تخلي الجلد يعلم خليه هو من حاله يقشر انت بس ساعد بشرتك بشرب الماء كتير ندهن المرطبات الخفيفة اللي قومها الجل مثل البيبانتول بساعد على تخفيفها وبرطة البشرة وبس ما بدا يعني أنك انت تأشر لحالة في عالم بتصير بلش تأشر وجهها تأشر الجلد المتميت على الأكتاف وهيك بصير غلط هيك انت عم تأذي البشرة أكتر هي بشكل عام التعرض لأشعة الشمس بهي الطريقة بالذات منيرة في إلها أثار صلبية للبشرة غير موضوع الحروق يعني أنا ممكن ما قلها هاي الأثار السلبية لا أكيد أول الشي عم تزيد ظهور صبغات على وجهك ثاني الشي النمش ثاني الشي علامات التجاعيد والتقدم لأنه أنت أشعة الشمس بتفوت لوجهك وخاصة الألترا فيوليت بتفوت لآخر الطبقات الجلدية بحيث بتعمل عندك تلف للكولاجين للإلاستين اللي هنا الأساسيات للبشرة بقى أنت بتسرع عندك ظهور علامات التجاعيد بدون العناية بحيث أنك أنت عم تعمل برونز بعيد الشري تطور لأمراض جلدية ممكن يصير في عندك جفاف وأكزيمة ممكن يصير في عندك سرطانات بآخر درجات يعني أنت ما لك مضطر لهذه الدرجة أنه تعمل لون بهالطريقة دائما نستخدم لون مع واقش شمس لو درجة خفيفها بحيث يخفف من الأثار السلبية تبعها طيب خليني اختم معك كما سريعا هيك معلومة سريعة منيرة موضوع الأشخاص اللي بيعانوا من البهاق يمكن عندهم فكرة التأثر بأشعة الشمس أكثر من الأشخاص العاديين شو تنصحيهم لأن البهاق هو عبارة عن طبقات بيضة بيبقى بالجلد ممكن أنه يعملوا لون مشان يعمل لون توحيد لون للبشرة بس هو ما له علاج هو يمكن يخفف لك اللون يصير موحد ممكن ولكن بيرجع بيفرق لأن البهاق مشكلته ما له علاج ثابت نحن دائما لازم نستشير طبيب أن نأخذ الأدوية للبهاق يعني يستخدموا واقي نفس الشخص العادي يستخدموا واقي أم لديهم أشياء خاصة ممكن يستخدموها كواقي شمسي لا يستخدموا تماما يستخدموا مثل الأشخاص العادي الواقي الشمسي ولكن طبعا لديهم كريمات وأغلبة كريمات البهاق هي عبارة عن كورتيزون لتخفف لك منها لذلك كثير غلط لما ندهن لحنا مثلا ندوك البهاق ندهنت بتعرض الضغري على الشمس أنا برأي لأك لازم نضع الشمس أكيد حتى فوق طبقات منطقة البهاق التي لديك إذا كانت الداخلية تحت الجلد لا في أي مشكلة يكون شكرا كثير لأيكم كمان يسعد سواحك مجددا يعني معلومات مهمة فعلا قبل الصيف نحن ننتبه كثير لموضوع أشعة الشمس الأشخاص الرجال يشتغلوا تحت أشعة الشمس طبيعة عملهم أنه يتعرض لأشعة الشمس استخدم مواقع الشمسي وحمي بشرتك ومثل ما قالت منيرا الموضوع كثير مهم مش فقط النساء يستخدم الواقع الشمسي لا حتى الرجال اللي يتعرضوا بدرجة كبيرة لأشعة الشمس استخدموا أيضا الواقع الشمس ليحموا بشرتهم من الأشعة التي تعتبر أشعة مضرة للبشرة تحديدا خلال فصل الصيف وبساعات الظهيرة تحديدا أكثر فاتبهوا يعني على هذه النقطة شكرا لكل حدا كان معنا للمتابعة اشتركوا في القناة